موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافة ضيفنا لهذا اليوم هو السيد حسين حداد وزير السياحة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لمدة ساعة سنعود معه إلى مجموعة من القضايا والمحاور من بينها وضعية قطاع السياحة بالمغرب وهل يمر من أزمة استعداد الحركة الشعبية لخوض انتخابات التشريعية المقبلة إضافة إلى مجموعة من القضايا تهم موقف الحزب والتي سهم الرأي العام الوطني سيد حداد مرحبا بك وشكرا لك لقبول داوة شكرا لك يصرني أيضا يكون معي الزملاء محمد أبو يهدى رئيس حرير بجاهدة الأحداث التي أول ما لك تحضر معنا محمد مرحبا بك شكرا لك ومعنا أيضا سيبدو واحد كنفاوي صحفي بجاهدة الصباح أهلا بك مرحبا بك بداية نرجع لحد الموضوع الذي سيكون قافة الأسبوع المقبل هو بأنه أعلنت مجموعة من النقابات أنها ستخض إضرابا عاما يوم تلتاء المقبل وتهد بشل القطاعات الحيوية بالمغرب السؤال التي ترح نفسه هل وصل الحوار الاجتماعي إلى نهايته بالنسبة لكم هو في الحقيقة لا يجب أن يصل الحوار الاجتماعي إلى نهايته يجب أن يكون هناك استمرار في الحوار لأنه هذه أطراف مهمة في المعادلة الاقتصادية المغربية إذن يجب أن يكون هناك حوار الحكومة انخرطت في هذا الحوار ولازالت تنادي على انخرط في هذا الحوار النقابة دعت إلى إضراب وطني الإضراب هو مسألة دستورية وهو حق ولكن في المسلوق يجب تفهم أن هناك بعض المطالب التي تطلب بها النقابة يعني بالنسبة للحكومة راما طالب يعني يمكنه في واحد الوقت استجابة لها ولكن في الظرفية الراهنة مع الإكرهات الموجودة مع كل الإصلاحات التي تم العمل عليها للرجوع إلى توازنات مكرا اقتصادية مهمة جدا بالنسبة للمغرب مهمة جدا بالنسبة الجاذبية دي المغرب الاستثمارات لا يمكنه الآن تجاوب معها ولكن كان هناك أمر أخرى لما كان يشعر فعل الأجور كان هناك أمر أخرى إذن أنا أظن أتأمل بأنه رجعوا إلى طاولة الحوار ويمكن لنا أننا ملفات كثيرة يمكن لنا أننا نتقدموا فيها ولهذا الملف ما تقدمناه ويمكن أنه في المستقبل السحدات هذه في أقل مستشور كان جوجة الإضرابة العامة التي أخذتها النقابات التي تقول بأنها النقابات بأن الحكومة رأسها قاسح وبأنها لا تقبل بأنها تفاوض مع النقابات وما يعني هذا بأن مجموعة من الإصلاحات التي يتفق الجميع على إجرائها من بينها إصلاح سندية التقاعد لم تمر أو سيسعب تمريرها نظرا لهذا الموقف هذا ويتشنج هذا لحاصل ما بين نقابات الحكومة هو في الحقيقة يعني الإصلاح ديال أنظمة التقاعد هو مسألة حتمية وضرورية بالنسبة للمغربة ويجمع أن تمر وكل متفقنا عليها والآن هي موجودة في مجلس المستشارين للحكومة وكذلك أنه البرلمان يعني مستر على أنها تصل إلى لأن هذه إصلاحات ضرورية ولكن هل يمكن أن يمر بدون موافقة؟ نحن نعمل بأنه تكون نقابة لأنه نقابة شريك لأنه نقابة شريك اجتماعي وشريك اقتصادي ومهمة بالنسبة للبلاد وكذلك أنه وجود نقابات مهمة بالنسبة للمغرب وهذا اختيار منذ زمن ولكن لا يمكن لأي طرف أن يعرق إلى إصلاح المعين لا يمكن لأي طرف وهذا إصلاح ليس الحكومة هذا تهم مجتمع برمتيه تهم دولة برمتيه تهم توازنات تهم الحقوق المتقاعدة إنه ممكن لنا شأننا نوضعها في إطار حسابات لا سياسية ولا نقابة أستاذ أبوية نظر بأنه عندك سؤالك سؤالك تباية تطرحوا في الإطار هذا نعم وأستاذ أحتد كلامكم جميل وكلام كلام واقعي لكنه جميل وجميع الوزراء حكومتنا عندما يتعلق الأمر بمنطق المنطق السياسي فيما يخص عملية التشاركية مع باقي الفاعلين فكلهم يرحبون بهذا العملية لكن عندما نصبح أمام أمر واقعي وبالتالي خاصة في صندوق التقاعد عندما طلبت النقابة بمرأة النقابات هي لم تطالب بإلغاء أو تجميد هذا الإصلاح وإنما بمراجعة يحتلن العكس السلبان على الواقع المادي المواطن أنا لدي سؤالي سينطرق من الواقع المغربي لكنه يعني كإسقاط على ما يقع حاليا في فرنسا بسبب قانون التشغيل النقابة الفرنسية أوقفت الاقتصاد الفرنسي جميع النقابات انخلات في العمل لو كنتم وزيرا في الحكومة الفرنسية هل ستراجعون عن هذا القانون أنا لست وزيرا في الحكومة الفرنسية أنا وزير في الحكومة المغربية ونجاوبك على المغرب فرنسا لها شأنوها ونحن بالنسبة للمغرب عندنا شأن ديالنا أنا تنقلك من هذا لا عندك شي واحد شي وصفة اللي هي أحسن من الوصفة اللي تقدمت ولي هي وواقعية بالنسبة لإصلاح تقاعد يجب لنا رأت الإخوان في النقابات ما تقول لك بأن هذا الإصلاح هو ما قابلينه هو تقول لك يجب أن يكون في إطار الحوار الاجتماعي نحن يبتنقلك بأن وراء الوقت لا يساعدون في هذا الإطار هذا نمر تقاعد ولكن الحوار الاجتماعي يجب أن يستمر إذن ما أنا تنظر أنه هذا الأمر هذا يعني بالنسبة لو بغيت ندخل للحيتيات ديالها ديالتقاعد هذا أحسن إصلاحين يمكن أن يكون بالنسبة لتنضيق الاقتصاد سنضيق تقاعد هذا ما جبتش الحكم هذا رأي فيه دراسات وتشاور وتفق عليه والصنر وهات موجودة منذ سنوات إلى غير ذلك هذا مش الحكم ما بغت تفرضه هذا الواقع الذي يفرضه هذا المستقبل المتقاعد سعدان أنت وزيف حكومة الربية ووزير مكلف في قطاع وهو قطاع مهم جدا وهو قطاع السياحة منذ سنوات تعاقبت مجموعة من المخطات خطتات فيزيون 2010 فيزيون 2020 بلون أزور للوصول إلى 18 مليون سائح في أفق 2020 الآن نحن في 2016 وكان نظر بأن ما زالنا نراوح مكاننا في 10 تقريبا 11 مليون سائح أو أكثر بقليل اللي هو كان نعم المخصو يتحقق في 2010 فيك المشكل فيك الخلل علاش موصلناش الآن لما نريده هذه المخططات هذه لا هو في حقيقة فشل تكون واحد الرؤية هو يعني كيف ننظره إلى المستقبل وهي يجب أن تكون يعني واحد الحافيس بالنسبة للناس كلهم باش يشتغلوا باش يوصلوا لها 2010 راوصلنا لها إلا كان الرقم هو الذي يهم ليهم راوصلنا لها وصلنا لها في 2015 لا وصلنا لها مشكلة راوصلنا لها دول مشكلة مش المشكلة أنه تصل 18 مليون في 2020 نوصلوا لها في 2022 إلى 2023 المهم وهو أننا واش نحن نقوم بمخططات مهمة جدا في إطار إعداد المغريب باش يكون يعني إحداء الوجات سياحية المقبلة ماشي واش وصلنا لها في 2022 إلى 2022 ماشي مشكلة ولكن لكين واش نحن يعدنا من المقومات ما يمكن اللي وصل في نفس الوقت خصنا نعرفه بأنه رحنا الآن يعني هذه مدة خمس سنوات أو ست سنوات يعني المنطقة ككل والعالم ككل يمر بتقلبة كبيرة جدا لها تأثير على السياسة ورغم ذلك حافظت السياحة المغربية على مقومتها وعلى صمودها في هذا الإطار سبق نثوي كما شرت أن ماشي لا يهم مقتشغضين وصلوا للأهداف لا بل يهم لأن الاستراتيجية وثق بزماني محدد بإمكانية محددة بأهداف معددة ماشي نطلق الكلام على عواهنيه وقتش ما تحقق ذلك شيء فهم لي كنشوف الرؤية ديال 2020 كنشوف أننا نحن في النصف ديال المدة ديالها أي 2016 نحن في النصف الثاني ديالها من غير عدد السياح كنشوف مثلا الغلاف الاستثماري اللي حد اللي حد 150 مليار ديالدرام فين حنا منها 150 مليار ديالدرام كين واحد العدد ديال المحطات ديال المغرب الأزرق اللي مازال معلقة من هذه الليكسوس من هذه السعيدية من هذه الموقادور مازال ما تنفدتش الحد وأهم من ذلك وهي مؤسسات الحكامة اللي غادي تنفدنا هاد الرؤية ديال 2020 اللي اللي على رأسها هو المجلس الأعلى للسياحة لحد الساعة مازال ما كانش بغينا نعرفه هو في الحقيقة نضبطه الأرقام باش يمكن لنا أن نتكلمه إلا بغيتي مثلا قلنا بأنه بغينا نوصله أنه المغرب يستقطب مثلا 15 16 18 مليون ديال سياح خصنا تكون عندنا واحد البنية تحتية فاش بدينا كانت 180 000 سرير 186 سرير ده وصلنا تقريبا 360 وصلنا بـ 230 إذا نحن غادين في هذا الإطار قلنا بأنه استثمار 150 مليار ديال درهم وصلنا الآن تقريبا 70 مليار درهم في الميناء ديال درهم يتم استثمار تقريبا 8 مليار درهم مثلا بورغ ريج 8 مليار ديال 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 16 ديال مليار هذا شي يدير إعادة المخطط الأزرق ربشت فيها 10 ديال مليار ديال درهم 72 مليار ديال درهم إذن نحن كتر من نصف 50% من الإنجاز إذا كنا في نصف هذه العشرية رحنا في نصف منها في مناصب الشغل في الوقت اللي فيه قطاعات تفقد مناصب الشغل نحن الآن من منذ 2012 إلى هنا كنا 50 ألف ديال منصب شغل لخلقاتهم لخلقاتهم قطاع السياحة إذا رحنا مستمر ووجهات مثلا قلوا بأننا نريد أن ندل المجالات السياحية المجالات السياحية الآن رحنا ما بقلاش مع تمدين فقط على مراك شو أقدير تمدين الضرب ربط 22 ألف ديال في علامة مهمة جدا هاي وجهاتها قفية وجهة بحرية وجهة السياحة الأمال مثلا ها هذا الصف هذا ستخرج تقريبا 5 سادي الفنادق ما بين ستوان وطنجر إذن هذي كاب نور رخارج الوجود إذن لا بدأ أننا نعرف الواقع ونعرف واشنو كيل داخل باش مكلينا نفسف الواقع بالنسبة إنجاز المستوى إلا خذنا مثلا المخطط الأزرق المخطط الأزرق اللي كان من شروع يهدف إلى إنشاء سادي المحطات شاطئية كبرى في المغرب الآن إلا حدنا بقين ثلاثة وهذك ثلاثة فيهم نقاش إلا خذنا مثلا السعيدية اللي بدأت 2009 السعيدية كان مفترض بأنه يكون 28 ألف سرير السعيدية الآن يلاحقنا 3000 سرير يعني بقين بعاد بزاف واش هذا المخطط الأزرق لا يمكن الحديث الآن عن فشله لا في الحقيقة فشل وضعنا المخطط الأزرق يعني كنا ربما أننا كنشوف المستقبل وكنشوف طموحين قسم الله ولكن فش بدينا كنشتغل عليه وكذلك نظر الأزمة القينا بأنه كنا صعوبة لا يمكن لك أنه تبدأ تستغل المحطات في نفس الواقص لا يمكن لك تجيب واحد اللي يعمل لك تهيئة ومن بعد يجي اللي يدر التنمية دي الهدي إلى غير ذلك ويكون مربح بالنسبة له كل في نفس الوقت ركينا إنجازات أنا أولا بالنسبة لي مدم أنه ما وصلناش لهادك العدد دي الأسر رمشي يعني ماشي خابر سيء رخابر صار لماذا لأنه نقصنا من الضغط اللي غادي يكون كنا غادي نخرج مدن اسمنتية على مستوى السعيدية على مستوى العريش على مستوى تغازو تلي في عشرين ألف خمسة وعشرين ألف وغدتكون أمام البحر وليست مستديمة الآن سنشوفه في الاستدامة سنشوفه يعني ما هو الضغط سيكون عن الموارد إذن عدنا لنظرف هذا المخطط لكي يكون مستديم وعدنا لنظرف هذا المخطط لكي يمكن لنا أننا نعمله ببحد طريقة اللي هو يكون فيه مستمير المغاربة ويكون فيه مستمير المؤسساتين والدولة عملت المسائل إذن إذن سنخرج السعيدية تغذية مزاق ونعمل على مقدر وبالنسبة لنا المحطة الأخرى هذه المشكلة أبو المشكلة المشكلة على مستوى البنية التحتية ولكن على مستوى الترويج لهذه المحطة أي محطة جيدة وهذه المشاريع تتقدم بشكل جميل لكن على مستوى الترويج لها والباقي المحطة وش عندنا استراتيجية التي هي مضبوطة ترويج لها وش كنستغل تمثليات المكتب الوطني السياحة لدينا في عدد من الدول وش كنستطمر الوفود الصحفي الأجانب التي تنظم لها المغرب رحلة منظمة من أجل هذا العمل وما ترويج تكون عندك بعد محطة وحدة قائية وعند ترويج مثل مقادر إلى روجنا عندنا فالفندق لموجود خمسمائة دي الأسير وش غادي مكتلك ولكن تنم روج للصويرة وتكون عندها تأثير بالنسبة المغادر ولكن السعيدية ستترويج في 2010 2011 2012 2012 جاءوا مرويج الرحلة جاءوا الإيطاليين والهنغاريين وجاءوا التشيكيين إلى غري ومن بعد ما رجعوش إذن لابد تكون منتوش دبط لأ موسمية كان إشكاليات كثيرة متعلقة بالطيران إلى غري ذلك خسكو كل تدبطهم ترويج ترويج رمشي مشكلة ولكن المكتب الوطني المغربي السحر يرويج ما زاقون لي موجودة ترويج لا 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 ترويج ولكن ترويج لشي حاجة لموجودة ومتواجدة وتضمن لها ديم ما زاقون ترويج لها تغازو ترويج لها دفع فإن تخرج ستتمنى وجدين مقادور كالروجود صويرة ولكن تكون تأثير إيجابي ولكن ترويج 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 تحتي والتنشيط والطيران والموجودين المهنيين وتغلب على الموسمية بالنسبة المنطق في المنطقة الشمالية مطر طنجلي كان مطر واحد لا لا في المنطقة الشمالية كان مطر طنجا تيمشيل طنجا وتيتوان ولكن بالنسبة المنطقة اللي هي الشرقية كان العروية وكان وجد هذو كان مهم من بالنسبة للمحطات دي المرشيكا ولا بالنسبة للمحطة دي السيد سكين فوق أرجع دائما مسألة دي البؤسسسية ومسألة الحكامة لأن المهنيين يطالبوا حاليا في المصر دي المجلس الأعلى للسياحة لأن المرسوم مرة توجد ومر من المجلس مجلس الحكومة بعد خمس سنوات وشوش درته أنا درنا ولكن أنت تتسول واش المهنيين تطالبوا واش كين المجلس هوا المجلس موجود ولكن رمشي دي الإشكالية أنا أقول لك واحد القديم رمشي دي الإشكالية أنا المهنيين ألتقي بهم كل أسبوع وعدنا يعني تنشتغلوا معهم وإلى غير ذلك ولكن لي أساسي وهو أنه خصنا لا بد أننا نشتغلوا جميعا باش يمكن أنه يكونوا عدنا مجالات سياحية مهمة جدا اللي سنطوروها اللي هي ستجلب لنا أكبر عدد ممكن من سياح من أسواق جديدة خصنا فاس ممكن سيطورو خصنا الدربدة وربط خصنا طانجة وتيتوان خصنا سايدية ومارشيكة خصنا ورززة وزاقورة هذه مجالات يعني خاصة بها ويمكن لي أن يوجد طيران ويمكن لي أنه تجلب أسواق جديدة لها باش نكلينا أننا نطلع رالآن مع تمدين إلى محطتين والدربدة على مراكش بشكل كبير على أقادير أقادير اللي كتشكي بأن تراجع السياحة حاليا وبأن البنية تحتية دي الآن غدوك الضعف صحيح والناس المنعيشين السياحين في أقادير كيتشكوا من هذا الوضعية صحيح وهذا أنا قررت بأن وراكينا بنية تحتية على مستوى يعني تدخلوا وتنساعدوا وعندنا يعني صندوق بالنسبة للمساعدة في هذا الإطار هذا ولكن يجب إعادة هذه الماركة ليل أقادير لتنسي ماركة من ناحية الماركتي إعادة النظر فيها أقادير عندها قويمات كبيرة جدا مستقبل كبير يجب إعادة النظر في كثير من الأمور الموجودة لتحقيق هذا الهدف 18 مليون سائح أو 20 مليون سائح الميانيين يقولون لأنه ضروري من تحقيق معدل نمو أي يحقق القيطة معدل نمو لا يقل عن 10% علما أننا في 2014 التي كانت سنة متميزة سياها حققنا 8% وشكتشوف أننا ممكن في هذه الفطرة المتبقية وحققنا في 2013 عملنا 8% وبغير كان عندنا واحد الهدف أننا نوصل ولكن داعش مرت من هناك وأحدث باريس كذلك أثرت بتأثيرها والأحدث تونس والخلط الموجود في الأدهان إلى غير ذلك من الأمور من يونيو يوليو 2014 بدأ أنه المنح التصاعد التي كانت عن السياحة تأثر بما هو جيوستراتيجي أكثر مما هو تقاع لا للحكومة ولا المهني سيابويدا تفضل لماذا لا نستثمر لا نستثمر هذا لن نقول دائما نقول واحد القادية لا نستثمر ولهذا سياحة لم تتأثر بشكل سلب كبير كان ممكن أننا تأثر كثير لو أنه بلد غير مستقر كان ممكن تأثر كثير لو أنه لم أعدنش المقويمات وهذه المقويمات هي استقرار السياسي والاستقرار الأمني والترحب المغاربة والقرب من أوروبا والمهنية اللي موجودين لو أنه لم يكن لن تأثر بشكل كبير بالعكس لن نرى أنه السياحة تقاوم وتصمد في وجه كثير من الرياح العاتية التي تأتي من الشرق بالأساس بالأسواق الأوروبية لذلك تأثر بقى من فتحناش على الأسواق جديدة الصين روسية برازيل نحن الآن نحن نشتغل على السوق الروسية بشكل كبير الروسية نحن نشتغل عليها مثلا أنه في الوقت 2015 لماذا حققنا توازن ولم كان الحضار كبير لنشتغلنا على السوق الألمانية والسوق الإجليسية الآن السوق الصينية صارت متاحة الآن عدنا الأسبوع المقبل سنعمل الورشة حول السوق الصينية خصوص الآن بأنه جلالة الملك قرر بأنه حدف تأشير بالنسبة الصينيين هذا سيار لكي تفتح السوق رخص لها عمل مضني وعلى سنوات ولكن القرية تأثر بالإرهاب دول أوروبية التي تستبر أنها في ريادة السياحة في العالم وخاصة فرنسا وإسبانيا تعرضت لعملية إرهابية ولكن السياحة متأتراش بشكل كبير فرنسا الآن باريس في السنة 0.7 تقريبا باريس التي تأترس مين وفي الحقيقة نعملت جولة عند الصحافة الأوروبية وعندي جولة مقبلة كذلك وتنتكلم مع الرأي العام في فرنسا وفي دول أخرى خلط بين وجهة مثل مثل البلد الذي هو إسلامي أو بلد مسلم هناك خلط كبير جدا موجود في الإدهان هذا هو التحدي لموجود لنا أننا نمش عن الناس بلد إسلام متفتح بلد إسلام معتدل بلد يعني اللي هو آمن بلد اللي هو يعني المقاربة التي تبناها على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي أعطت تمر لها إلى غير ذلك هذا هو الإرسال اللي خلطنا نعمل وماشي فقط وزير السياحة خلطنا كلنا نعمل هذه الإرسال ونوصل لها إذن هذا هو التحدي الموجود هنا كان كما قلت الأسواق الأوروبية لم تأترش كثيرا بالعملية الإرابية فلأن السياسة السياحية في هذه البلد هي تركز للسياحة الداخلية عند السياحة الخارجية من طبعات الحال لها أهمية ولكن العمود الفقاري دي السياسة السياحية في هذه البلد ولكن سكر فوق واش بغير تسأل السؤال او بغير تسأل انا جايب انا جايب انا جايب انا جهت لا وما دهو شوما تحرس وباللاتي اعطتك لأرقب 2015 كانت السياحة الداخلية تسوي 25% من السياحة بجموعة السياحة في المغرب الآن 33% السياحة في 2012 كانت 24 مليار دي الدرهم الآن 33 مليار دي الدرهم دي رقم معاملة وابلتي انا قلنا بأنه من الأهداف للرؤية دي لـ 2020 نوصله 40% الآن وصلنا لـ 30% يعني احنا رحنا غادين غادين وصلوا لها المغربة الآن يسافرون أكثر من أي وقت الماضر عاونتنا لو تورد لكي نس طريق السياحة عاوننا أنه يعني احتى المغربة ويسافروا كثر ويستعملوا المرافق السياحية أكثر السياحة الداخلية تنتعيش بشكل كبير جدا بالعكس أنه في أغادير في هذه ثلاثة أشهر الأولى السياحة الداخلية هي اللي كانت يعني بلعك السياسة اللي وجدنا احنا قلنا بأنه العطال ما غادش نعملوا العطال من دراسية بالنسبة لنعملوا نوزع العطال هذا أعطاء يعني واحدة ايجابي جدا عدنا شي كدير العطال العطال توفير بالنسبة هذا كدلك يعني مسألة لا هم تقول ما عملت أخير سؤال مجموعة وخصوصا عن الطبقة الوسطى أنها تفضل بأنها تسافر لإسبانيا البرتغال التركيا عوض تسافر في المغرب لأنه البنية التحتية لزوطة الموجودين تمن أرخص من في المغرب بماذا كتفسوا القديل الطبقة الوسطى التي توجه الآن نحو الشمال أنا سأعطيك واحدة المعطيات التي ربما سيتفاجئك كانت من 2008 كانوا إذا رح تهد الفكرة لأن المغرب يريد أن يمشون لدول أخرى ولكن بالنسبة للمغرب التي تمشون لدول أخرى تلقوا فيها تلقوا فيها أمور لربما لا يلقوا بيئة مغربية إلى غري هذا مش هو المشكل ولكن أقل المغرب يسافرون الآن بالنسبة للخارج بلاك تسافروا الآن المراكش مراكش الآن مبقاش موسمي قبل لما بدوا يسافروا المغرب ويجيوا الفرنسيين كان مراكش موسمي الآن مبقاش موسمي لماذا لأن المغرب يسافروا مراكش نفس الشيء وكذلك نريد أنها تستمر إذا لا أظن أن هذه مسألة هي متقخ لابد نشوف الأمور حسب معطيات والمعطيات لدينا كتبين أن المغرب يستعمل لون المنتج المغريم سيحدة نتوزي السياحة وعضوا في المكتب السياسي للحركة الشعبية هذه السنة عرفت الأغلب الحكومية مجموعة من تطورات تشنج بالعلاقة ما بين الحزب الأحرار تجمع الوطن الأحرار والPGD تقدموا الشراكية بأنه ربط تقريبا المستقبل الانتخاب بالحزب الPGD أنتم الآن في الحركة الشعبية كيف توقفوا ما بين هذه الأحزب في نوع الموقف في الحقيقة لا يجب أن تكون لنا مواقف بالنسبة التعطورات لوقعت في المرحلة هذه التعطورة تقع لأنه تحالف والتحالف عنده والإشكاليات يعني رأى حكومة هذه رأى قوانين رأى سياسة رأى تعامل مع قضايا مهمة وشائكة بالنسبة للمغرب إذن لا يمكن أن المقاربة تكون كل مئة في المئة سمن على عسل تتكون بعد تكون بعض التعطورات ولا يجب أن يكون لنا موقف بالنسبة لأساس بالنسبة لنا قلنا بأن كنا مسؤولين منذ البداية يعني كنا مسؤولين يعني ما درنا رجل هنا ولا رجل هنا درنا رجلين بجوج في هذا الإطار وشتغلنا يعني حصل الحكومية بسيئاتها وحسنتها بحب بسيئاتها وحسنتها وتنظن بأن حسنتها أكثر من سيئاتها وحنا كانت حملنا المسؤولية يعني مع شركاء في التحالف إذا ندول الموقف دينا هذا التحالف هذا يمكن مشتها لأخر لحظة بالنسبة هذه مسألة جيدة تحسب الحزب الحركة الشعبية بسيئة أنه في إطار الخلافات التي كانت داخل أغلبية ظل الحزب الوحيد لملتزم الحياد وما دخل في خلافات مع أي من الأحزاب ومشاركة في التحالف الحكومي لكن ألا ترون أن هذا الحياد ينعاكس على مواقف الحزب داخل الحكومة نعطي مثال كانت مجموعة القضايا الأساسية وكان فيها خلاف آخر مسألة القانون الجنائي الذي كان فيه خلاف كان عندكم مواقف متميز بما يخص الحرية الفردية ولكن لم تستطع تعكس هذه المواقف داخل الحكومة بالعكس بالعكس أول حزب فيه داخل أغلبية لنظم ندوة حول القانون الجنائي ومحن عملناها وسألة مداد كثير حولها هذه القضية القانون الجنائي وكان نقاش حول مسألة الجريمة المتعلقة التي تمت في حد جريمة الشرف كان نقاش حول مثلا الإفطار الرمضان السكر العلني إشكالية إطراء المشروع إلى غير ذلك ونحن لدينا موقف ورما وهذا موقف من عاكس في مشروع القانون بالعكس هذه القضايا التي تنقشت وأكثرها التي تنقشت في إطار الندوة لنظم أنا كنتم مشرف على هذه الندوة كثير من القضايا أغلبها تم التعامل معها إلا لإطراء غير المشروع أما أغلب القضايا التي تكلم عليها مشت وكانت تجاوب بالنسبة للوزير العدل كانت تجاوب كبير جدا ما شاء معنا ولكن مع جميع الفرقاء ومع جميع كذلك مع الشارع في إطار المسودة للقانون الجنائي إذن كان تأثير راكين واحد القضايا كان تأثير ضوضائي وبهرجي كان وكان تأثير له تكون مسؤول في إطار القانوات للخوار في إطار الأغلبية وفي إطار المزيد هم تستطيعوا قانون الوجود اللي سترضى عليه جميع كافة المكوينة رغم الشيح نحن نشتغل بوحدنا وننشتغلوش خارج إطار رحنا في إطار إذن توافق قطرة كانت تعطي وكانت تأخذ أنا أرجع عن هذه مسألة الحرية الفردية لأنكم تسبق لكم وصرحتو ويمكن لكم تأكدونا أو تنفيو هذه المسألة هذه السيئينين بالعربية أنكم ضد تجريم المثلية أنكم ضد تجريم إفطار رمضان مثلا مشيفة علنيا ولكن من بعد لاحظنا أنك تراجعت إلى الحل ويجعلنا أن هذه تصريحة ديالي بغينا نعرف تدعب حاليا بغينا نعرف التوضيع موقف ديالكم بالنسبة للحزب يعني أنه الأمور واضح يعني أنه المثلية يعني مسألة يعني أنه واضح بالنسبة أي إعلان عنها بصفات يعني عالنية إلى غير ذلك غير مقبول في الوقت الحالي هذا هو بالنسبة 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 القضايا الإفطار الذي يكون يعني في هذا تريد أن تدستور لا تريد أن تفطر في دارك لا تريد أن يدخل لك هذه ما قال الحسن الثاني يعني منذ زمن تقول أنه لتجار بالإفطار هذه جريمة يعقب على القانون ولكن ما تفعله وراء بيتك هذه حريتك الفرضية إذن هذه بالنسبة ولكن نحن بالنسبة نمشي في هذا الإطار هذا أنه كل ما يتم الإجهار به سواء كان إفطارا أو سلوك جنسيا يعني أنه الحزب بالنسبة تجريم له ما زال القانون الجنائي يجريم هذه العلاقات بين ولكن راح تعملية تجريم فيها أمور كثيرة عملية تجريم يعني أنه إنسان الفعل هو في حد ذاته الذي هو مجررا في القانون الجنائي مشي أنه تتقل تشكيل ولكن رأس ضبطه داخل البيت وتذي عليهم تتكلم لحالة معينة هذه هذه حالة معينة ورأت دخلت العدلة دخلت فيها وإلى غير ذلك ولكن أنت تذكر على مبادئ المبادئ مشي يعني أنه من قال شيئا ولكن فقط الفعل يجريم القانون الجنائي وبالنسبة نحن في الحزب نمشي في هذه الإطار سعد ذات تاريخيا ومنذ أن شاءت لكم إنشاء الحزب الحركة الشابية تم اعتباركم بأنكم حزب الأعيان القرويين هذا تاريخيا هذا هو تعريف الحزب ديالكم الآن انتخابات الأخيرة لانتخابات المحلية أفلزت واحد القوة سياسية وانتخابية كبرى في العالم القروي وهي حزب الأصار والمعاصرة واش ما كتحسوش بتهديد لكم كحزب من هذا القضية هذه لأنه المنافسة الشيء سيكون الأصار والمعاصرة في العالم القروي وهو في الحقيقة إذا جيتوا تشوفوا المعطيات ديال الانتخابات ديال 14 تنبير كي يبن بأنه ثاني أكبر حزب يسيطر على المدن هو الحركة الشابية الأول هو العدل والتنمية وإحنا كنا نسيروا الرباط كنا نسيروا لكن القوة ديالكم في المقروي هناك تحولات وقعت في التسائينات من القرن الماضي التي جعلت بأنه الحركة الشابية موجودة في المدن وموجودة كذلك في البوادي قواتها من البوادي وجود الأعيان كان مهم جدا ولكن هناك تحول لهو أنه مع التمدن ديال المغرب وكذلك كبر الحواضر حتى الحركة الشابية أنه التي يعني لها مثلا نعطيك مثل المثال للإقليم ديالي يعني متواجدين بقواف بجد متواجدنا بقواف فاتزم متواجدنا بقواف وكذلك في الجماعات القروية التي يكن مثلا بالنسبة إذن نحن متواجدين في الاتنين ولكي المسألة الأخرى لأساسية وهو أنه الأعيان ما زالوا مهم في الحركة الشابية ولكن هناك كذلك جيل جديد مهم جدا من الشباب المتعلم المتمدرس إلى غير ذلك الأطور اللي هو أنا شوف هنا الفريق البرلماني روح 20% يعني 20% من هذه البرلماني 32% اللي هم إما مهندسين إما طباء إما مقاولين الصغر كلهم شباب إذن هدرت أحول ما جاءتينش على سؤال دراسة لا نحن نحن متواجدين في المدن وفي القرى ولنصراع مع من يسيطر على المدن ومع من يسيطر أصر ومعصر وما كيش بالنسبة لكم وما كيش تهديد القديد للأعين لا شوف إذا ندخلوا التنافس في الانتخابات كل الأحزاب يعني تهديدوا للأحزاب الأخرى يعني تتنافسوا على الأعين وعلى غير الأعين ولكن واحد القديد لك ستعرف دبا الأعين إذا كانوا مروا في الانتخابات الجماعية رابقوا مع حزب يعني ما كيش يعني ما رابقش ديك الهجرة اللي كانت من قبل يعني اللي موجود في حزب الآن ومرشح معه في إطار الجماعات ولا في إطار المجالس المنتخبة لا يمكن له الآن أن يمر إلى البرلمان مع حزب آخر هذا يبقى مع ذلك الحزب دياله سبوية يا مسألة الأعين السوسيولوجيا اليوم لم تعد يعني مشينة إلا إذا حضر فيها الفسد هذا هو لأساسي يعني كلما كانت النزاها هي حضرة فالأمر مقوض لكن المسألة التي اطرح زميل ترابي وهي هالتراجع ديال الحزب في العالم القراوي لفائدات الحزب الأسرى المعصرة والظاهر بأنه الشعار الذي كانت تحمله يعني باستمرار السياسية ديالك ومعه الحركة الشعبية بخصوص تنمية العالم القراوي لم تتوفق في تتبقية على أرض الواقع وأعتقد أن هذا هو المشكل معرفت لماذا بنيته باش قلته بأنه 2000 مستشار الآن عندنا 3000 مستشار واشهدت تراجع ماشي تراجع احنا موجودين في العالم القراوي نعم موجودين متواجدين في المدن يعني بشكل يعني التاني أكبر حزب متواجدين في العالم القراوي لكن كان قوة سيئة أقرا فاتكم فالمجال لدائما كنتوا كترفعوا فيها هناك قوة يعني فتنف هذا الانترادة ولكن بالنسبة لنا هناك تطور بالنسبة لنتائج التي حقناها في 2019 يعني ماشي تراجعنا تراجعوا ولا شفتي الأرقام وقتيبنا وكانت هدنا 2000 مستشار ورجعنا المحسب أيضا تراجع بمقارنة مع باقي لا ومقارنة نعم في الحقيقة أن هناك حزب جديد ليوصر حزب قوي ومتواجد بشكل كبير جدا في العالم القراوي ولكن هذا يعني ترجع كذلك لنحن ربما يجب علينا أن نكون أكثر قوة وأكثر صمود وأكثر تنصيق وكذلك أكثر تواجد هذا يعني هذا ينطبق علينا نحن لخصنا نعمل أنا نترك داخل الحركة الشعبية ماشي مع الحزب الأخرى داخل الحركة الشعبية هناك واحد المسألة التي ترشح في الدائرة دي الإقليم خريبها وهذا السرع وشكين سرع أو تنافس أو التي ستأكد ما بين سيحداد وما بين السيمو بديع واش كيفاش واش ماكيش أجهزة في الحزب اللي كانت تفصل أنا عير باش أن السيمو بديع هو دي ترشح في الفقية بنصالب وانا كان ترشح في خريبها إذا لمكيش تنافس في دل إطارات وكروش ترشح المسألة المسألة السائسة ترشح إن شاء الله المسألة التانية وهو أنه هو منسق دي الجهة كما أنا منسق دي الضربدة أنا منسق دي الضربدة ومنسق دي من الخنفرة كمنسق خصوة أنه يسمع لجميع الآراء كان واحد الجمعية دي المستشارين الحركيين دي الخنفقة يعني يجتمعوا فيما بينهم في 159 اجتمعوا تقريبا 107 الخرين كانوا غايبين لأسباب وقالوا بأنه نحن نرشح فلا على حدد هذا رأيهم ولكن من يحسيمه هو اللجنة اللي غات تكون في إطار الحزم إذن هو كمون استقسيمه بدهاش كان خصوة يعمل كان خصوة يأخذ ذاك الرأي ويقول لي لك هنا شي جمعي آخر ولا شي واحد آخر ويأخذ هذا الأوراء كله ويعطيها الأمانة العامة ويعطيها للجنة وهذه اللجنة سيدة نفسها ويالتا تعطي التسكية هو قل لهم لا ما عندكم مش الحق أولا لأنكم غير قانونين وما مش غير قانونين وما موجودين عندهم الوصل وثانيا تقول لهم مش عندكم الحق لأنه استبقتوا ما استبقوش بالعكس احنا في الحركة الشابية تنقلوا للناس المحليين إلا بغيتوا ترشحوا شي واحد تقولوا لنا أنا بالنسبة لي كيوميا على مستوى الضرب يدستات كيجوني الناس ويقولوا لي يبغينا نرشحوا فلان ويبغينا نرشحوا فلان وكنا نأخذ هذه الأمور هذه كان وضحات ميل فات وسأكتب وتقرر وهنقول لهم بن سليمان عندي جوزة لسد المرشحين وكيدعموها دفلان وكيدعموها دفلان ماشي مش كيلة إذن هذه كده زوبعة لخلقت ربما لغاية في نفسي عقوب أنا نقول لك واحد القادية وانا أصرحوا به الناس اللي بغي يستعملوا الانتخابات الآن ديال 2016 بشين كل يوم أنهم ربما يهندسوا الأمان العامة ديال 2018 أنا تنظر ندى خطأ وقت الأمان العامة فاشغلين مصلوله يخليونا نربحوا الانتخابات راحنا في مفترك طرق إما غادي نمشوا قوي وغادي نمشوا يعني أنه عندنا مرشحين قوية وغادي ممكن لنا ننجحوا ولا يمكن لنا ننذروا صراعات الآن لمشي محلة ومشي لقسبيلة هذا هو بالتقصيد وش بأنه الآن تش لا يؤسس لصراح بين كونتا السهداد والسي مبديع وزير الوظيفة العمومية أيضا من أجل الصراح من أجل أمل العمل الحزب فيما بعد لا يعني أنكم أنتم الآن وما المرشحين بحلا هذا مشكلة تبريبارا لأمل العمل أنا تنقل واحد القضية أنا الموقف ديري وعبرتها لي في المجلس الوطني وعبرتها لي دائما تنقل الآن محطة الأساسية اللي بالنسبة لنا هي الانتخابات يجب أن نكون متعاضدين يجب أن نكون قوية نعملوا المرشح اللي غير يجحه إلا كينش واحد غير ينجح مثلا الفقري بقع من غير حد يعملوا مكان مشكلة أنا ما عنديش مشكلة وليك يخصى نديروا اللي ينجح ونعملوها في جميع الأقاليم وننجحوا هذه المرحلة ومن بعد غير ينضبروا المسائل المتعلقة فيما يخص الأمان هنا كم يقول بأن الوجود دي لكم الجمعية لدعمتكم جمعية المتسجرين الحركين لدعمتكم في ترشح هو توجيس للوجود هو وارد أنه ربما هناك أشخاص يزعجهم أن أكون مرشحا يمكن الموجودين أنا لا أريد أسمع لا أريد أسمع ولكن كينين أشخاص وليس كينين وهذا القديل لقد قلت كينة وهذا هو هذا هو النضل دي نوم 107 دي المستشارين ولسونا جميع المستشارين ربما 150 هذو ربما تعبروا على الرأي العالم دي الحركة لكن ما تجي هذا تقريري داخل حيز لا ما قررش هو هو تقول ها رأيي ديالي أنا أنا أكترحوا فولا ما قالت شو قال له لشو تقرير راتي ديروا تتعملوا للجنة الدسكية كتعطي المكتب سيسي والذي يقرر أمين العام والذي يوقع هذا الدسكية إذن ربما ما تردت شي بس بالعكس ناس قالوا بغي نفلن إلا كينين شي ناس أخرين بغي يقولوا بغي نفرت لا ما كانت مشكل هذا هو الإشكال الديمقراطية بعد المحلية وللآخرين أن يعبروا عن رأيهم وهذه الديمقراطية سيكون فولا غير فيما يخص الأمن العام واش سيهدد كينويترشه الأمن العام أو لا غادي تسحب في آخر لحظة لا أنا الآن يعني لا لا أريد حتى أن أفكير في الأمن العام الحركة الشابية لأننا عدنا أمين عام وعندنا خطنا نشتغله وانا بالنسبة لأكبر وأهم محطة اللي انتخابات المقبلة نجحوها وخصنا نشتغل عليها إذا دخلنا في هذه السراعات التانوية ده بالمشكلة أنا تنظل أننا يعني نخطئه حين ندخله في سراعات تانوية دي تكون خصوة ترشح لما ترشح هذا غادي نقطع عليه باشي ما يبشي الأمن العام أنا تنضر ما غادي في واحد الوقت غادي القارسنا لحنا نجحنا في الانتخابات لحنا هيئنا نفسنا بالنسبة للأمن العام أنا بالنسبة لي الآن ما هو أساسي والهدف الذي يجب أن يكون لجميع والانتخابات المقبلة عجل سخطي الدورة الأخيرة دي المجلس وطني بأنه أسوأ دورة لا لأنه كان فيها كان فيها أمور لا يجب أن تناقش هناك ما تجيش وتقول واحد جمعي يرى علش أنتم عبرتوا على الرأي دي لكم وانتم غير قانونيين وما قانونيين وتقول بأنه تجيب الناس في الحافلات وتدير انزل لماذا لماذا نجرى لماذا نجرى لماذا نجرى ترشح جينا لكي نقشوا المعايير التي ستكون في هذه اللجنة التي ستدير الترشح المعايير المرشح هذه المسائل الأساسية لماذا ندخل هذه الأمور إذن عملنا واحد العملية الحشو الأمور لم يخصص تكون لهذا قلت أنه كان أسوأ لأنه كان إنزل كان هادي كان أمور منسبة المعايير في النهاية تفقته على معايير العدم عدم تحديد سن ترشح عدم تحديد الأقدم داخل الحزب عدم تحديد مستوى التعليمي وهذا أخطر هذه لا معايير لا لا مش لا معايير إلا عملنا بأن نفتوحها ولكن هذا قرار اتخذ المجلس الوطني أنا المسائل اللي كانت أنه نبغي نقش في إطال المجلس وطن الآن تاخذنا هذا المعايير أنا أحتكم لها كعضو دي المكسب السياسي وكفي لا يمكن أن ولكن هذه معايير لكنا من فاتحين أكثر لماذا غش من المشكلة منهم يخدم يعني مرشاح غير متعلم فإن يخدم المواطن ومصحة دي البلاد لا وفي الحقيقة لا يمكن الآن أي مرشاح غير متعلم أنه يكون في البرلمان عرفوا المترشحين أغلب يعني 9-9-9% عارفوا من الناس غير متعلمين بأنه البرلمان لا يصلح لهم إلا ما كانوا الشيء راوتين إذن هذه طبيعية رفت تطور دي السياسة في المغرب النور ولكن ما حددنا هاش ولكن هذه مسألة سوسيولوجية تفرد نفسها كنتم حديث عن سلطة سيد حليم العسالي كلمة الحديدية داخل هناك من يردد هذه الأمور ولكن هي فاعلة في الأحزب السياسية هناك من له قوة وهناك من له نفوذ وهناك من له تأثير كيف تفسر بأنك موحد أيضا بعلم السياسية وبعلم الشجمع هذا القادية القوة دي بايلا كانشي واحد مثلا مثل أخت حليم العسالي اللي عنده يعني يعني إمكانية وكفاءات الإقناع وكذلك التعبئة ومتواجدة يعني على مستوى القاعدة ومتواجدة على المكتب السياسي ولها علاقة مهمة جدا مع المناظرين هذا يكون له تأثير ولها يعني واحدة شخصية لي قوية هذا يعني يؤثر بالنسبة لليه يكون تأثير هذا ليس فقط بالنسبة لنحن يعني يعني كان هناك يعني تغطية إعلامية أكثر من لازم لهذه القضية هذا السبب بالضر النفوذ لبعض الأشخاص داخل الحزب هو لأدى المجموعة المناظرين أنهم يخرجوا الآن فالحزب على شفاء الانشقاق يعني حركة شابية الأصيل هذا الانشقاق الآن ينتج حركة شابية قل لي شي واحد لي وبرلماني لي مشا مع هذا الناس قل لي شي واحد لي وعضو المجلس عضو المكتب السياسي إلا الزنا حردان لي مشا مع هذا الناس قل لي مثلا أنه هناك مثلا واحد المجموعة دي خمسين ولا ستين من المجلس الوطني اللي يمشون مع هذا الناس دالما كان نشاهده فينا القوة لا قيمة لا أنا ما تنقول لا قيمة لا أنا ليس لي حكم قيمة لكن تنقول لك لا بغي سياسة ونشأ واحد الحزب ونخص واحد المجموعة دي الناس اللي هم رؤساء دي الجماعات ما خصك واحد المجموعة البرلمانيين عضاء دي المكتبسيتي وزينين واحد المجموعة دي المتقاف أنت يكون عندك واحد القوة أما إذا بغيت تدير حزب يعني موجود يعني على الور نقرأ اختروا من جلده في موجات السنبولة لا ولكن كيف ما كان انشيق ماشي بالضرور أنه يكون برلماني وكيف النخبة كان في الأحزاب كان النخبة اللي ما كيف تفصل للبرلمان ولي كيف ترود بحالي أنت وما يدير له مش إلى أي حاب يوصل له ماشي بالضرور أنه يكون شي حق إذا كان مشكل لا أنا أريد أن عرفه هذا المشكل شنو علش علش أداد علش القاعد إنه كان بدأ أول لمتزعيم هذه هو غادر الحزب 2012 باستقال سؤول باشر إذن يعني كيف الحديث عن تصدع وغادر الحزب مش كون هم من ناس أخرين أنا لا أعرف إلا أزين حردان لأربما يعني بغين أنهم يستغلوا الإسم لأب 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 ولكن لا كيف تصدع أعرف كيف يكون تصدع لو أنه مثلا من 30 برلماني مش عشر الناس برلماني تصدع ومثل المكسب السياسي في 36 مش تصدع تصدع كيف تصدع تكلم بغا على قضايا الموقف الحزب مجموعة من القضايا المجتمعية الحزب كعرف نفسه بأنه حزب ليبرالي كان نقاش مشروع قانون العاملة المنزليات وبأنه كان نقاش حاول تشغيل فتاة عند 16 عام ومش 18 عام ماذا الموقف شخصيا وموقف الحزب هل بالنسبة لكم فتاة عند 16 عام ممكن بأن تشغل لكن واحد القضية اللي نعرف وأن نقرأ بعد القانون المواتق الدولية في هذا الإطار واضحة 18 سنة لا المعاهدة 139 بالنسبة لتشغيل الأطفال تحدد الحكومات يعني السن تشغيل الأطفال اللي هو اشتغال الأطفال اللي هو كثير من الحكومات اللي ديرها 15 لكن تعرض مع تعريب الطفول 18 سنة لمواتق مستين عليها لا و189 اللي هي تسمى أسوأ أنواع تشغيل الأطفال تقول ما بين 16 و18 هو يمكن أن يشتغل فيه ولكن يجبال الحكومة تراقبه وتضع واحد اللائحة دي أسوأ أنواع تشغيل من أجل أن أغلب يدي الأطفال ميكون يشتغل ولكن 16 إلى 18 يجب يكون عندنا البدائل إذا ما عمل البدائل يجب لابد أننا نحفظ على واحد النوع دي التشغيل ومراقب حتى نوجد البدائل إذا وجد نشي بدائل مزيد إذا أخرج عند 16 العام وقلنا ما يبغي أنك خادي يبغي ما أعاد ندير أما مش القانون هو اللي غير نا الواقع وكي مجموعة القوانين غير الواقع مثلا القانون الأسر غير واقع وإن يجب مراقبة ندير واحد المسائل ونوضعها في اللائحة بلأسوأ نوعة تشغيل الأطفال ونرقبها بأحط طريقة لتكون مساعدة اجتماعية رقبها ونمش بتضررش ونوصل أنه 18 سنة في غضون سنوات ولكن باش نمش الآن ونقول أنا تظن أنه فقط أننا ميتاليين أكثر من واقعي الناس لم يعرف الواقع التي تطالب بهذه المسائلة ولكن سعدد وقع تغير جوهري في الموقف الحكومة والأغلبية بهذا المشروع بين عشية وضوحها صبح الحديث على توافق ما بين الأغلبية وما بين المعارضة حول 18 سنة لا أنا نقول لك واحد لماذا شنو سيبه هذه مسألة 18 سنة عدم تشغيل الأطفال قليل من الدول التي تعمل به كثير من الدول حال هذه المسألة التي تعمل مثلا تعلم بالتدرج 14 سنة يشتغل في المقاولة تعملها في الصناعة التقليدية وكيدر يدرس شي شوية 16 سنة يمكن أنه يكون في شغل ما تأضطر على بدنين ما تأضطر على نفسيين وما يكون كذلك على حساب أنه الدراسة دياله هذه ما الدراسات الموجودة عبر العالم مراقب هذا داخل البيوت ندره عمل مراقب عن طريق المساعدة الاجتماعية رقم طلبه منذ زمن مساعدة الاجتماعية له الحق بأنه تدخل هذه البيوت وتراقب هذه المساعدة ما بين 16 إلى 18 في إطار أفوق بأننا نوجد الوسائل باش نتعامل مع هذه المساعدة رأى خرجها من 16 إذا خرجت عندها 16 سنة وتلا ما تشتغل الاجتماعية وعندها مشاكل مثلا منين جاد فيها فين غايت تمشي وفين دور الحكومة دور الحكومة دور الحكومة دور الحكومة وهو أن توجد البدائل المستدامة هذه المساعدة خاصة نوجد أولا أنه تكون الميهني بالنسبة لها كلهم المساعدة الثانية هو أن نوجد واحد العمل الذي سيشتغل عليه في إطار المراقب وكذلك كان لبدائل أبأ دي لهم هذا كل ستطلب واحد الميزانية هذا سنشتغل علي رئيس الحكومة يقول من الخمس سنوات سنوصل لها هل ستطلب خمس سنوات كان ممكن أن يعمل ها الآن ولكن بغى أنه كان هناك احتيات لكي هذك الفتيات لا يمشون المسائل الخرق وراء عارفين ما يجرى 16 سنوات 17 سنوات ولك أنا لم يجاوب ني قلت ما هو التغير في الموقف كان الإصرار على أنه يدوز المشروع 16 سنوات ودبع حاليا وقع التراجع على هذا الموقف ولمسنا وحد الليون في الموقف الحكومة الحكومة تتنصت الحكومة تتعامل مع المجتمع المدني الحكومة ترى ما يقع في الشارع وتتعامل بليون ولكن الحكومة ستكون مسؤولة وحسنا كلنا نكون مسؤولين تجاه هذا أنا بالنسبة لي شتغلت أنا كنت مدير لمشروع كان يهتم بخدمة البيوت منذ 11 سنوات إلى غير ذلك بهذه صغيرة وكنا نحاول أننا نجيب هم إلى غير ذلك وندخلوا في هذا الإطار هذا ولكن رخص نعرف يعني ما طلب به الآن سأمر الفقرة الأخيرة من هذا وما قبل أخيرة كل من الصحفيين عنده ثلاثة دقائق لطرح الأسئلة اللي بغى نسي الوزير تفضل أو يد سيد الوزير بغيتنا نسولك ما يخص الآليات التأطيرية داخل الحزب عندكم فأنا كمواطن بغيت ننخارط في الحركة الشعبية فكان قلب على الأصداء دي الحركة الشعبية في الإعلام وداخل المجتمع كنلقى بأنه حاليا كان واحد عضو المكتب السياسي الذي يحكم بتهمة الفساد ثم كان واحد الوزير اللي تم إعفاء ديالو بسبب سوء تدبير واحد القطاع معين وكان واحد الوزير آخر لنسحب من المسؤولية ديالو بسبب مشكل ديالشوكولات كما تعرف داخل المجتمع كيف أشتقني وسط هاد المشاكيل الكاملة باش نجي عندكم الحزب ومارس الدور السياسي ديالي كان مواطن وغير ولكن شوف كذلك لما شفت شوف كذلك أنه سمحن العنصر كان وزير الداخلية وكان وزير لمدة سنوات وعمل في هذه القطاعات بحكمة تشوف الحسن حدد لوزير السياحة منذ خمسة سنوات وليشتغل وكان إنجازة مهمة سمحن يفتح أوراج كبير بالنسبة للإدارة العمومية سي الحسن سكوري يشتغل بحكمة في إطار شبيب ورياضة سي دريس مرون يشتغل بإطار التعمير وعند بصامة ديال وحكيم الحيطي التي تجوب الدول من أجل تحضير بغينا نشوف ولكن بغينا تتأطير في إطار الحزب نحن ننظم لقاءة أكبر عدد ممكن من لقاءة حول قضايا في التفكير إلى غير ذلك نشتغل مع المعاهد الدولية بالنسبة للتأطير المناظر لإنديان نشتغل في إطار المجلس الوطني نشتغل إلى غير ذلك إذن هفوات التي وقعت في واحد الفطراء تخليق لا تخليق مثلا بالنسبة السيمو حمد أزيني تمت تبريئته في إطار القرار تقارير التي خرجت تمت تبريئته لا أنا يبغي نقول لك الكين وهو إلا بغيتي تشوف نصف الكأس الغير الممتلئ ستلقاه في جميع الأحزاب ولكن إلا بغيتي تجاد الحزب نشوف النصف الممتلئ واحد ملاحظة أخرى وطرح واحد مجموعة المواطنين هو ما علاقة الحركة الشعبية مع قطاع الاتصالات في حكومات كثيرة كانت تحمل مسؤولية القطاع البارد والبارد تم خصصته الآن ما هي خصصته ولكن انتصالات تم خصصته ما العلاقة مع القطاع كان تاريخيا أنه تعاقب وزيرين أو ثلاثة مزراء على القطاع البارد ولهذا كانت هذه العلاقة ليخذبا لكم من العلاقة تاريخية ولكن فقط علاقة عادية امتهت ثلاثة دقائق الآن مروا الفصل الفصل الآخر أرجع عن الحركة الشعبية وش كتشوف النوع عادي سيحدد أن أمين عم كيبقى ربع قرن فوق وش الحركة الشعبية ما فيهش نقاب الحركة الشعبية فيه النقاب وهذه النقاب هي التي تؤتيت الكارسي الوزرية هذه النقاب التي تؤتيت الفريق البرلماني الفريقين البرلمانيين هذه النقاب هي التي متوجدة على مستوى المكتب السياسي لكن غير متوجدة على مستوى الأمن العام ولكن هذا نقرر فيه قلنا بأنه 2018 سيكون أمين عام جديد إذن نجوز هذه المرحلة المرحلة الكاريزمية في الأحزاب مرة من جميع الأحزاب نحن كذلك نحن في إطار الانتهاء من الكاريزمية والمرور إلى مرحلة تطبيع أنه يكون الأمين العام في مثلا ولايتين 24 24 داخل الحكومة كما شاء الزمال داخل الحكومة وكيف نشهد الوزراء دي الحركة أنا تقول لي أنك تتواصل كثير من لازم باستثناء باستثناء لا لو الإخوان متواجدين حكيم الحياة غير متواجدة لكن نشوف استطلاع الرأي وتنقيد دي الوزراء نجبر أن الوزراء دي الحركة وما مرتبين تنقيط كيف تعملي لغير دي لكن ربما هذا أنه بالنسبة كثير من الإخوان في الحركة الشعبية تحاولوا أنهم تمرسوا واحد النوع من الرقبة الداتية فيما يخص التواصل وهذه ربما يجب أن تتغير المسألة الثانية وهو أنه لا تبقوش الإخوان الحركة الشعبية لا تدخلوش في بوليميك وبهرجات إلى غير ذلك وصراعات على مستوى متعددة التي تتعطيك واحد الشهر الإعلامي لا تدخلوش لأنهم يشتغلوا في خفاء وكيشتغلوا على ميل فات وتشتغلوا في مسؤولية صرحتوا وقلتوا نحن مع العدالة والتنمية ولو كانوا في المعارضة وش بعدها صراح هذا صحيح وكان واحد النقاش الذي كان في إطار المكتب السياسي أنه نعمل واحد اللقاء مع المكتب السياسي ذي العدالة والتنمية وتم ذلك وما تم اتفاق عليه أنا أقول لك لما هو رسمي تم الاتفاق عليه أنه هذا تحالف ما كانش أسباب ولا مسببات أنه ما يبقاش ولا ما يكونش مدام أنه نتكنش تغل في أرياحية إلى غير ذلك ولكن الانتخابات اللي جاي هي اللي ستبين ما هي الخارطة السياسية إذا تقدر ما تكونوا ما في المعارضة هذه بعدها مسألة لا يحسموا فيها لا أناق ولا المكتب السياسي هذه مسألة التي يحسم فيها المجلس الوطني ولا يحسم في التحالف أرجع معك الليبيرالية والحرية 10 ثواني الليبيرالية والحرية الفرضية وش أنت مع إعادة النظر أو الحزب ديلكم مع إعادة النظر في مسألة الإرت مسألة للدكاري مثل وحد نحن رسميا بالنسبة للحركة الشعبية لا يمكنه إعادة النظر فيما هو صريح يعني بالنسبة للنصر تكلمنا كثير على الحزب تكلمنا على السيل عنصر على مجموعة من الوزراء فيه مغيت واحد السؤال سيم حجوبي أحردان لو مؤسسي الحزب وش عندك شي خبار عليه كتلقى به محجوبي أحردان مرة مرة كان زره ومتواجد في بيته يقرأه دائما وهو متقف وفي نفس الوقت يعني الأب الروحي بالنسبة لكثير من الحركين قرية المذكرة ديالو لأنه خلقت ضجة عند مجموعة ديالناس وخوصا من قدماء المقاومين هو يعني قل يعني ما كان يعينه ولكن اللي أنا والريلسي محجوبي أحردان عنده صندوق يعني صندوق ديال خشب ولم موجودين اللي كيكتب فيهم يعني أنه مجمع فيهم الكتب التي بدأ يكتبوا فيها يعني اليوميات ديالو منذ الربعينات يعني إذن هو مدوم مدوم هادو شد هاد الكتب هادو ويعني وخرج منهم العسارة اللي هي يعني ثلاثة أجزاء ديال كتب ديال الآن نمر الخسيرات ديالك بأنه كان خسير ديال الصورة اللي هي الآن هاتمر وكنت طلبه منك بأنك تعلق لها هاي الآن هاتبان هات الصورة هادية علش تختير ديال الصورة دي بالضبط هو في الحقيقة هذي مأسات كبيرة جدا ولكن مأسات ديالاجئين سوريين هي مأسات أنا عبرت عنها حين يعني ظهرت الصورة ديالطفل الصغير مية على الشاطئ عبرت عنها كاتبتوا على هذه المسألة ولكن هذه مأسات صارت مأسات مركبة حين أنه من يفترض فيها أنه يعكس هذه المأسات ليصح فيها غارية ببداية في إطار يعني التنكيل بهؤلاء المهاجرين بالنسبة لي هذه يعني قمة المعاناة ديال المهاجرين سوريين وغيرهم بأنه من يفترض أنه هو اللي غد يعكس المعاناة ديالهم باش يمكن أنه تكون مقاربة سياسية هذا كل تنكيل بهم إذن بالنسبة لي هذه صورة معبرة بشكل يعني عميق ولكن بشكل كذلك يضايقوني كل مرة أتنشوف هذه الصورة شكرا الآن أمرو الاختيار الثاني اللي هو جملة ونطلب أنك التعريق على عندما تكون الديموقراطية هيبة الاحتلال كيف لك أن تتعلم الحرية من جلدك هي جملة للكاتبة الجزائرية كاتبة الجزائرية أحلام مستغرام هذه تتعطينا يعني ملخص لواحد المسألة لأساسية لا يمكن أن نفرض الديموقراطية من فوق أو من عام من طرف الاحتلال أو عن طريق المدافع كما فعل الأمريكيون بالنسبة للعراق أو إلى غير ذلك الديموقراطية هي نبتة يجب يعني أن تكون يعني داخل المجتمع ثقافة مترسة في خواب المجتمع على مر السنوات ويمكن أن يتشبع بها الأفراد لكي تصبح يعني المجتمعات ديمقراطية إذن لأساسي بالنسبة لي بالنسبة لهذه المقولة وهو أن الديموقراطية يجب أن تنبتة ويجب أن تكون في ممارساتنا اليوم على العائلة وفي المدرسة إلى غير ذلك وما تطورنا في المغرب في المجال أنا تنظن أننا دينة كنا نمشو فيها رفعش كندخلوا البرلمان ويكونوا صراع في إطار البرلمان وبعد ذلك نبقى أننا مغاربة وندافع المغرب رمسألة مهمة جدا حين ندخول مثل الجماعات وهناك صراعات وندخل الانتخابات وتنخرج بأقل مشاكل بالانتخابات سنبدأ نمشو الديموقراطية لكي نتصارعوا بالأفكار ومشي صراع الأشخاص هذه نتنظر ولكن نحن في البداية يجب أن نستمر يجب أن نكون ديمقراطينيين في سلوكنا اليوم شكرا نشكر وزير السياحة وعضو المكتب السياسي الحركة الشابية لحضوره ولساعة صدره في النقاش نشكر أيضا الزمالة محمد أبو يدا من إحداث المغربية الزميل عبدواحد الكنفاوي من جيدة الصباح يبقوا معنا على برامج دوزام الموعد الإخباري المقبل هو أنفسوها مع إحسن بلبل وإلى الأسبوع المقبل شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة